أكد أعضاءنا في مجلس النواب أن مدينة الموصل بحاجة إلى إمكانات دولية لإعادة أعمارها بسبب الدمار الكبير الذي خلفته العمليات العسكرية في البنى التحتية من جهة والأزمة الاقتصادية التي يواجهها العراق من جهة أخرى مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير لم يعد إعمار المدن المحرارة من تنظيم داعش ممكن بالنسبة للحكومة المركزية في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق لا سيما بعد أن تجاوزت نسبة الدمار في معظم المدن التي شهدت عمليات عسكرية 80% من بنيتها التحتية وخاصة مدينة الموصل التي أصبحت بحاجة إلى إمكانيات دولية لإعادة إعمارها يجب أن تكون هناك صحوة لدى الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة من أجل أن يتم أعمار هذه المناطق بالكامل خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الحكومة المركزية واستنزاف طاقتها من قبل الحرب مع داعش لذلك لا يمكن أن تتحمل المسؤولي هذه الحكومة نواب آخرون رأوا أن إعمار الموصل وإعادتها لطبيعتها يعتمد على مدى جدية الدول المانحة والحكومة العراقية في سرعة التعامل مع ملف إعادة الإعمار والنازحين في الوقت نفسه فالحكومة العراقية وبأزمتها الاقتصادية لا يمكن أن تعيد الموصل لطبيعتها وهذا جهد يتطلب وجود اتفاقيات دولية على أن يكون الإعمار مقابل النفط أشقد ما الحكومة تكون جادة وقراراتها حاسمة راح تسرع الحل بـ 80% إلى الإعمار اللي هي لا تستطيع أن تقوم بالإعمار لأن بصراحة أموال كبيرة جدا وإحنا ظروف مرت علينا عصيبة بالاقتصاد النازحين ودعم العمليات العسكرية أيضا لا تنسى فإحنا يكون هذا أيضا نطلب من الحكومة بالاستعجال به اليوم نتفق مع أي دولة بالعاجل يعمى بالمقابل للإعمار مقابل النفط مع أي دولة أجنبية يالا نستطيع أن نعمر هذه المناطق وفي الوقت الذي ينتظر فيه النواب مساهمة الدول المانحة وجدية الحكومة في إعادة الإعمار يترقب النازحون عودة مأمونة ميمونة إلى ديارهم بعد أن ضاقت عليهم المدن القماشية المتهاوية تحت صيف الله بالله يرحم